ان شاء الله نحض مع بعض الوقت لانجويج اكسرسايز استامرينات على اللغويات للدرسين الاول والتاني من الوحدة الخمسة من كتاب جامل الصف الاول الاعدادي عندي هنا صفحة 199 واسئلة خاصة بالاختيرات والسؤال رقم واحد اي نوعات 2 اسوان عايز يقول انا ذهبت لي اسوان لس وينتر في الشتاء الاي الشتاء الماضي كلمة لس من الكلمات الدلة على الماضي البسيط بيجي مع الفاعل اي فاعل التصريف التاني للفاعل يبقى اي عايز التصريف التاني من يا ذهب وينت ذهبها كده التصريف التاني جون مصدر جوز الفاعل مضاف له الاي والاس جون الفاعل والاي ان جي يبقى اي 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 وينت واسوان انا ذهبت الاسوان رقم اثنين نقطة يور فرنز اصدقائك ريدي ريدي يعني جاهز ومستعد يقول لهم اصدقائك جاهزين ومستعديين مستعدين للامتحان الاسبوع الماضي طيب عندي كلمة الاسبوع الماضي من كلمات الدلع الماضي البسيط اصدقائك جامع دو ودد وضوز التالتة مستبعدين ليه؟ يعني ما عنديش مصدر في الجملة بتاعتي يبقى هل اصدقائك يكونوا او كانوا جاهزين ومستعدين لأجزام الامتحان بعد كده رقم 3 يصدقائك بالامس كلمة الدلع الماضي وي نقطة عايز يقول احنا ما ذكرناش الدروس او الحصص بتاعتنا انا عندي هنا زمن الماضي البسيط بيبقى اي فاعل ومعها التصريف التاني للفعل لكن انا بنفي ازاي بنفي بيدنت اختصار زائد زائد المصدر بتاع الفعل يصدقائك بالامس ويدن استدقائك الماضي استدقائك المصدر استدقائك المصدر يبقى بعد لابد ان يأتي الفعل في المصدر يبقى احنا ما ذكرناش دروسنا رقم 4 منا نقطة مريضة عايزي نقول هي لم تأتي للمدرسة بالامس لم تأتي بان في لاستقائل ها والمصدر ولا مضارع ولا ما ينفحش لان منا مفرد وحنا عايزين جملة في الماضي واصلا دونت بتمفي بيها مع الجمع يبقى بنفي مع اي فاعل بالمصدر منا لم تأتي المدرسة لان هي كانت المريضة معنا عسكرة او خيمة احنا خيمنا كده وعسكرنا في الغابة انو ذاتين ذاتينت اللي هي الخيمة عايزين نقول ايه ونمنا في الخيمة الجملة بتاعتي ماضي بسيط حتى بعد اندي بكمل برضو نفس الزمن بتاعي زمن الماضي البسيط سليب الفعل في المصدر سليبس الفعل وبهي الاس سليبت كده في الماضي سليبين فعل ما ينفعش ده مضارة ولا اي از ما ينفعش اي مع از ولا اي اربر ما ينفعش يبقى اي 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 واص ليه لان هنا اي بتاخد معها في الماضي من رقم سبعة سبحنا وعمنا في البحر الجو ما كان شدافي الجو ما كان شدافي جدا يبقى احنا اي في البحر احنا ما سبحناش او ما عمناش في البحر بنفي باي بنفي بديدن والمصدر طب هو جيب للمصدر يبقى باقي مين ارن ما ينفعش مع المصدر ولا ورنط ينفع مع مصدر يبقى باقي دونت وديدن الاتنين بيجوا عادي مع المصدر لكن انا عايزة بتكلم هنا في الماضي يبقى هاختار دينت يبقى وي دينت احنا لم نسبح او لم نعوم في البحر ورقم اربعة سالي هابي هابي يعني سعيد في الحفلة يصدر دايب الامس يصدر دايب الامس من كلمات الدل على الماضي هاز عايزة تصريف ثالث از عايزة فرب اي انجي ومعندش اصلا فعل واس كمان ولا ور للجامع يبقى سالي واس هابي كانت سعيدة يبقى مع المفرط في الماضي من فرب تبيبنا خد واس اللي هي الجدة جدتي نوأة ممرضة شوازة دكتور ده هي كانت دكتور طالما دكتورة يبقى مكنتش ممرضة وازن لم تكن ديدين عايزة مصدر ازن عايزة فرب اي انجي واصلا مضارة احنا عايزنها ماضي هازن عايزة تصريف ثالث يبقى ماذر جدتي وازن لم تكن ممرضة هي كانت دكتورة يبقى في الماضي مع الفعل المفرد ومن فيه عندي بعد كده الجزء الخاص بي تصحيح الخطأ هي ماضي يبقى هو ايه هو التصريف التاني من الافعال اللي هي المنتظمة بضف لها ايه وديه عشان نحصل على الماضي هو وزار رقم اتنين سوزي ما بتحبش ما بتحبش العم او السباحة وينش وازيك لما كانت صغيرة جملة ماضي يبقى سوزي معها ايه معها الفعل في التصريف التاني طب من فيه بنفي بديدن والمصدر جيب للمصدر يبقى هنا قبلها ايه قبلها ديدن للنفي في الماضي بنفي بديدن والمصدر رقم تلاته زي ترافل بايكر هما سفروا بالسيارة زي وقت هما مشوا عايز يقول هما سفروا بالسيارة هما مشوا يبقى ما سفرش بالسيارة ده هما مشوا بنفب ايه بنفب ديدنت والمصدر يبقى ادي ديدنت اختصار ديد نوت والمصدر بتاعي ترافل يبقى ديدنت ترافل رقم اربع اي روت انا كامل انا ركبت على الايه انا ركبت على الجمل ذات اس فان ده كان ممتع طب انا عندي روت في الماضي بقيت ايه ات بدل ايه ستبقى واز كان هذا ممتع بعد كده رقم خمسة رانا ان ميادة رانا وميادة كده جامع عايز يقول ما كانوش في المدرسة بالامس تبدت عايزة مصدر معشان كده غلط يصدر دي ماضي تمام مع الفاعل الجامع في الماضي طب في الماضي مع الفاعل الجامع وير وعايزها منفية يبقى وير نوت باختصرها بتبقى ويرنت رقم ستة هما لم يتسلقوا الشجرة بعدها لابد ان يأتي الفاعل في المصدر بحز في ال اي و ال دي واكتب الفاعل السادة خالص من غير اي اضافات يبقى كلايم يتسلق بعد كده عندنا هنا صفحة 200 والسؤال رقم واحد في الاختيرات لسويك الاسبوع الماضي من كلمات الدلع الماضي و نقاط them some presents احنا اعطنا لهم او ادينا لهم بعض من ال a present الهدايا انا عندي هنا لص من كلمات الدلع الماضي الفاعل لازم بيجيلي بعد منه التصريف التاني ليه الفاعل give المصدر gives الفاعل وبه الاس give التصريف التاني given file وال i in g يبقى we give them احنا ادينا لهم some presents بعض الهدايا he didn't know at the price last week عايزين نقول هو لم يفوز بالجائزة last week الاسبوع الماضي بنفي في الماضي البسيط بددن زائد ال a زائد المصدر وين يفوز كده الفاعل في المصدر وين كده التصريف التاني وينج الفاعل وال i in g وينز الفاعل وبه الاس يبقى عايزين الفاعل في المصدر يديدن وين لم يفوز وصو الرقم ثلاثة وينوء port said يعني port سعيد last year last year العام الماضي عايزين نقول احنا زرنا لص من كلمات الدلع الماضي الفاعل والتصريف التاني visit المصدر visited الفاعل في الماضي visiting by ing visit s يبقى we visited احنا زرنا port said بورس سعيد last year العام الماضي ورقم اربعة هي نقط at home last week عايزين نقول هو لم يكن او هو كان في البيت last week الاسبوع الماضي وير ما ينفعش معه هاد عايزة تصريف ثالث he was هو كان he is ما ينفعش لان عندي ماضي يبقى he was هو كان at home في البيت last week الاسبوع الماضي وصو الرقم خمسة بيقول شو نقط in alexandria when she was little girl لما كانت اليتل اللي هي صغيرة في السن لما كانت بنت صغيرة في السن هي كانت عايشة في الاسكندرية او عاشت في الاسكندرية when she was a little girl دي برضو ما يبلاقيها عندي جملته هي ماضي بصير يبقى شي معها التصريف الثاني كده مضارع مستمر احنا عايزين شو معها التصريف التاني يبقى شي in alexandria هي عايشت في اسكندرية لما كانت بنت صغيرة رقم 6 الصف الماضي عند لص الكلماتي تدلع الماضي the weather the weather هو التاقس التاقس نقطة hot حار عايزين نقول الصف اللي فائد التاقس كان حار was والاوير طبعا the weather التاقس مفرد عايزين مفرد في الماضي من فيربط بيواز والاوير للجم اسكدا مضارع ارمع الجم واصلا the weather مفرد عايزين ها مفرد وفي الماضي هتبقى واز التاقس كان هو اضحار رقم 7 مايفامي نقطة a fantastic holiday عايزين نقول العيلة بتاعتي قضت اجازة رائعة المروكو في دولة المغرب للصمر الصيف الماضي يبقى لس من كلمات الدلة على الماضي يا عيلتي قضت كده ايه مضارع مستمر في فعل والاي اني جي ها في كده المصدر هات كده في الماضي يبقى كده ايه هاد قضت افانتاسك هل دي اجازة رائعة رقم 8 عايز اقول هنا انا اكلت ايه اكلت بيتزا لالعشاء او على وجبة العشاء الليلة الليلة الماضية جملتي في الماضي ايه والتصريف التاني ايت كده يأكل المصدر ايت التصريف التالي يبقى اي ايت انا اكلت اكلت ايه بيتزا لالعشاء الليلة الليلة اللي فاتت رقم 9 ونقاط في البحر بكوز لان الجو كان بارد ايه كان بارد جدا توين بمعنى جدا جال بعضها صفة عايزين اقول احنا ما عمناش في البحر بنفي بايه بديدن والماضر دين سوام سوام التصريف التاني دون سوام كلام ده بنفي في المضارة سوام كده الفعلي في المصدر يبقى دين سوام لم نعوم او لم نسبح في البحر الجو كان برد جدا وعندي كده رقم واحد في تصحيح الخطأ they study for two hours هما ذكروا لمدة كده ساعتين hours اللي هي الساعة last night الليلة اللي فاتت طيب عندي كده جمليته ماضي study عايزها في الماضي ادي الفعلي بتاعي study بينتهي بي الواي بحزف الواي وتقلب الى اي اي دي وتقلب الى اي بضيف الى اي دي عشان نحصل على التصريف التاني رقم اتنين they don't visit their uncle هما ما زاروش عموهم a week ago اجو بمعنى منذ ومن الكلمات الدلع الماضي البسيط وبيصبكها فترة زمنية a week اسبوع بنفي باي بdidn والمصدر بنفي في الماضي طب المصدر اهو يبقى بقى عندي didn't اللي يختصار did اي did not رقم ثلاثة علي didn't as علي مكانش في المدرسة بالامس didn't غلط لان اصلا ما عنديش مصدر طب علي مفرد بياخد is طب في الماضي بتبقى اي بتبقى was طب انا عايزها من في هتبقى اي was not طب مختصرة هتبقى wasn't رقم اربعة we went to the theater احنا رحنا للمسرح next week الاسبوع القادم احنا رحنا خلاص عايزين كل ما تدلع الماضي بدل next هتبقى last last week ارتدت الجاكت بتاع الاسبوع الليلة الماضية last night يبقى عندي هنا هسأل بهل في الماضي بايه بدد والفاعل والمصدر طب قادي الفاعل وقادي المصدر يبقى باقي مين باقي دد رقم 6 we played games احنا لعبنا الالعاب and rides bikes وركبنا الدراجات احنا لعبنا وبعد اندي برضو لازم تكون الكاملة بتاعت الماضي الماضي من رايد رود رود يعني راكبة